السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة دفعة 24 شروط الحصول على تخفيض 1% في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية خبر يا شباب على المواقع الرسمية على موقع مصراوي والخبر تفاصيله كالتالي إذا تحصل على تخفيض 1% في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية وفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر الحكومة بمدينة العالمين على عدد من القرارات المهمة وكان أبرز قرارات الحكومة اليوم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية بنسبة 1% طبعا ده حاجة عظيمة جدا للطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء ألف مبروك حبيبنا أبناء وبنات محافظة شمال سيناء أخذ القرار أن تم التخفيض بنسبة 1% للطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 23-24 شريطة أن يكونوا من أبناء محافظة شمال سيناء حاصلين على المرحلة الإعدادية والثانوية كاملة من تلك المحافظة يعني سيادتك أو سيادتك معاك إعدادية وثانوية من محافظة شمال سيناء ألف مبروك هيتم تخفيض 1% بالنسبة للقبول لأي كلية أو معهد حكومي يعني لو كانت الدنيا وقفة على نص درجة الموضوع بقى 1% يعني يمكن زيادة 4 درجات وحاجة من 10 تمام كده يا شباب تخفيض للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية أعتقد القرار ده جميل والناس اللي في شمال سيناء أبناء وبنات هذه المحافظة يدر إن شاء الله يستفيدوا من هذا القرار تابعونا على القناة بتقدم لكم كل ما هو جديد والقرارات الجديدة في التنسيق المختلف بالنسبة للمعاهد والكليات دفعة 24 ربنا وفقك يا شباب كل واحد ينول اللي يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته